يدبر يشاء يقدر تقلبات والتغيرات هي من تدابير الله ومن طبيعة الحياة فإذا فهمنا أن التدابير وأنه هو مالك الملك بيد الله سبحانه وتعالى قلبك سيكون مليان بالاطمئنان ما أقول لك عودا حميدا طابة الأمور إلا ما أسألك كيف كان استعداد قلبك للرضى بالأمور اللي حطينا فيها أو الظروف اللي مرينا فيها السنة اللي فاتت هذه الظروف إذا كانت إيجابية مرينا فيها وإذا إحنا فكرنا أنه كل أمر المؤمن خير ساعتها أقول لك عودا حميدا وطابة الأمور مو بس على السنة الجديدة على جميع سنوات حياتك السنة هذه مرينا بأمور مختلفة تغيرات نقول مواجهات ممارسات سواء كانت مريحة أو مهم مريحة الشخص الإيجابي خرج بممارسات غير مريحة بوعي، بنطج، برقي وحتى الشيء التالي كان مريح بالنسبة لي ممكن خرج فيه بنطج أكتر، بوعي أكتر، برقي أكتر الآن في السنة الجديدة هذه كيف دورنا أنه إحنا نثبت هذه الأمور أو نزودها أو كيف نقدر نحصل على الأدوات التي تجعلنا يكون عندنا رد فعل إيجابية بطريقة مختلفة أو زيادة لأنه مهما تكلمنا على الإيجابية وتكلمنا على حصن الظن إذا أنت ما تعرفت كيف تكون ردة فعلك برضة وإيجابية هنرجع من الصفر السنة هذه سنة طيبة، سنة جميلة أتمنى ليكم تكونوا فكرككم في وعي، في إيجابية، في حصن ظن استغلوا، استغلوا الأشياء المرت عليكم سواء كانوا موظفين، ربات بيوت، أمهات، أولاد استغلوا هذه السنة وأنا عارفة ومتأكدة أن هي تكون سنة مختلفة على جميع الناس لأنه فيها طعم جديد، الشيء اللي احنا افتقدنا بس في الأخير هذا الطعم من تدابير الله لأنه فيه شيء جميل جايتنا السنة الجديدة حط أدوات، استغل وقتك، استغل الأشياء اللي حواليك استغل الناس اللي بيعطوك مساعدة، استغل التكنولوجيا استغل كل حاجة حواليك بطريكتك الخاصة عشان تطور نفسك بطريكتك الخاصة وما في شيء عند الله يضيع انت بس قول يا رب وربها يعطيك الأدوات يتوصلك الإيجابية والرقي والنضج وقرس دائما تكون ردة فعلك فيها رحابة صدر لأنه هذه اللي هتوصلك الإيجابية وهتوصلك للنضج وراحة البال والإطمئنان إن شاء الله سنة طيبة عليكم وعلينا أسأل الله أن أجعلكم من المباركين ويرزقكم صحبة المباركين في هذه السنة فمان الله